بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رح أبيكم عزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلة واليوم رح نشرح يونت 28 من كتابة نحو لطبعة الجديدة وبهذا اليونت رح نحكي عن المست والكونت ونشوف شين الفرق بيناتهم شو كنت نستخدم هذه الأدوات أو هذه الأفعال المساعدة لناقص المودل طيب شوفوا عيني هم هواي حقيقة وهواي حتي بس أنا حاول أقل الملاحظات جد ما ممكن حتى أوضح لك المادة بشكل بسيط أول شغلة أريدك تحكي لي عن المست أريد نحكي عن المست طلاقنا العزاء بالنسبة للمست تستخدم مع الشيء الأكيد والإجبار الشيء الأكيد والإجبار الشيء المتأكد من عنده أنت ومعتقد بيه مية بالمية تستخدم وياه مست مثال عليه طبعا هو قيل لك هنا شيء أنت متأكد من عنده مية بالمية مثلا تتحكي عن المتأكد من عنده مية بالمية تستخدم كل اليوم تجد أن تكون مستشفين إذن أنت تعبان تعبان عفوا تجد أن تكون مستشفين جو هو هاد ويركر مفتاح الحل هو هارد ويركر لابد من أنك تمزح لابد من أنك تمزح لابد من أنك تمزح لابد من أنك تمزح طبعا ليش 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 خليت المست لأنه أنا عندي دليل باللي هو الهاد ويرك جملة الفائل الأخرى لابد من أنها منزعجة من وظيفتها طيب ليش يستخدم المست شيء أكيد ومتأكد من عنده أو شيء جباري أو مو جباري يعني شيء أنت متأكد من عنده مية بالمية أو شيء إجباري يعني هيش نقول علي ها هي المست بشكل عام تستخدم وياه شيء اللي أنت متأكد من عنده واحد ومو على الإجبار الاستخدامين للمست فماذا لا نقول she does the same thing every day يومية نفس الروتين اللي يعمل يومية نفس الروتين إحنا متأكدين بأنه هو مال من العمل فهذا هو استخدام المست يقول we use count to say that we believe something is not possible طيب أما الكانت فالشيء اللي إحنا متأكدين من عنده ما ممكن not possible شيء اللي ما ممكن يصير فإحنا نستخدم له يالكانت فمثلا الجملة الثانية يقول you have just had lunch أنت أكلت على العشاء طبعا دائما طلابنا العزاء دانت يكون مفتاح الحل جر خط جوا ومفتاح الحل وحاول تقرأ وتركز عليه ما أكو خطأ شبيرة عدة طلاب أنه طالب يريد عصة سحرية هاك روح فهمت الموضوع وكليته لا عيني هاي التمارين وهذه الأمثلة حاول أخذ الملاحظات على كل أداة تناخذها وأنت تأشر يمك بالكتاب count lunch هي هاي مفتاح الحل حتى تساعدك للحل هذا الشي رح يسهلك المادة وبالامتحان من تجيك رح تقدر تحل لأن أنت ما أخذ مفتاح الحل حتى ذا الأستاذ جاب لك جملة خارجية فما رح يجيب لك جملة خارجية كل شيء كلش خارجية يعني رح يجيب لك بيها اختلاف فمثلا بدلا ما قالك هذا lunch يعني أكلت العشاء مثلا على سبيل المثال يعني يجيب لك أخذت الدواء يعني يجيب لك فالجملة أخرى ويغير لك الفعل ولكن نفس السياقي فمفتاح الحل هو هاد لانش إذن يو كانت بي هانغري أنت موجوعان لأن أنت أكدت لها غداء فالشي اللي أنت متأكد بأنه مو صحيح رح نستخدم لك count الجملة اللي بعدها قال لك يو هافنت لفتها أنت متعيش هنا طيب مفتاح الحل أنت ما تعيش هنا إذن أنت ما تعيش هنا you can't know أنت مستحيل تعرف أحد أنت ما تعرف أشخاص طيب هذا هو استخدام count واستخدام المست هذا استخدامة الرئيسية بعد عندنا شي نفس الحشي بس count والمست بالماضي يعني نفس الحشي ونفس السؤال في الشي اللي أنا متأكد من عنده استخدمه must وهاف وتصريف ثالث ولكن بالماضي فمثلا I lost one of my gloves أنا ضيعت واحد من شفوفي شفوفي اللي هي قفازات أنا ضيعت إذن I must have dropped it anywhere أنا لابد من أنه أنا وقعتني بمكان واحد طيب شنو مفتاح الحل مالتي lost أنا ضيعت بما أنا ضيعت إذن أنا وقعت بمن أنا ضيعت إذن أنا وقعت وأنا متأكد يعني بأن أنا ضيعت فاستخدمنا المصد جملة ثانية We used to live near the motorway إحنا نعيش بقرب المحطة بقرب المحطة ف It must have been طيب ليش مستخدم المصد والهاف والبين السبب الأول أنه ماضي لأني وست ما قال لك مصد وهاف وتصريف السبب الثاني مستخدمين المصد لأنه يعيش بقرب المحطة فأنا متأكد بأنه أكو ضوضاء الجملة اللي وراها Sarah hasn't contact me Sarah ما اتصلت بي She can't have got message مفتاح الحل هنا مستخدم لي count لأنه هي ما اتصلت بي طالما ما ما اتصلت بي إذن أنا متأكد الرسالة ما وصلتها شيء اللي أنت متأكد ما صار أنا متأكد ما وصلت الرسالة ليش لأنه ما اتصلت بي جملة اللي بعدها count have been ليش مستخدمي ال count have been أولا لأنها ماضي إيدي ثانية قيلة He can't be looking where is he was walking يعني ما نقدر وين يعني 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 ما يعرف هو وين رايح لأنه دا يمشي للحيط يعني واحد دا يمشي بالحيط يقول هذا ما يدري وين رايح هذا ما يدرب نفسه وين متجه راح يضرب الحيط فإحنا متأكدين بأنه ما يدري متأكدين شيء ما صار لأنه دا يمشي للحيط فأكم مفتاح الحل هذا هو يعني اليونت وكلها إن شاء الله فهمتوا وهذا التركيب مالتهم وأنا مطيكم أيضا بالملزمة يعني مطيكم القاعدة وكلهم يعني إن شاء الله فهمتوا وهذا اليونت هو سهل وحلو شرحت لكم بطريقة كلش حلوة ومرتبة إن شاء الله فهمتوا أي سؤال أو استفسار راح نحن حاضرين تقبلوا تعياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته